السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد انا اعمل مع بعض النهاردة تحلية سهلة جدا وبسيطة اتمنى اتنل اعجابكم تقدر اتحضريها بسرعة جدا ومزاقها بجد خيالي كرمية جدا ومش بتاخد وقت في تحضرها شايفة شكلها اتمنى الفيديو نل اعجابكم لا تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوني هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم معي 3 معالق كبار من السكر وارح ارفعهم على النار لغاية ميت كارمل اعطيتهم على النار بالشكل ده وستنى السكر يدوب بنقلب الهيل جدا ويفضل يكون بمعلقة خشب او حركي الحاجة اللي انت حط فيها السكر بالراحة كده وبيبتدي يدوب معي السكر اهو على النار هبتدي احركه كده بمعلقة خشب بالشكل اللي انت شايفه عشان ما يتحرقش وانا السكر دي بخالص ههدي النار خالص واخلي لحس ان يتحرق مني لو اتحرق بيمرر وبيبوضلي الوصفة بتاعتي خالص هجيب قطعة صغيرة من الزبدة بحجم عين الجمل وحطها كده وادوبها وهقفل النار وانا بدوبها كده يكون قفل النار عشان خطر ما تتحرقش مني لان زي ما قلتلك سهل يتحرق السكر مني هضيف كوباية من الحليب واجيب كوباية حليب تانية وحط فيها معلقتين كبار من النشا وهدوبهم كويس ونقلب النشا مع الحليب بالشكل اللي انت شايفاه في الكوباية دي خلاص كده ده كويس خلاص كده ده كويس فلنا على النار بعد ما نضيفنا كوباية الحليب هنضيف كوباية الحليب اللي مدوب فيها نشا كمان معاهم ونبتدي نقلب ولو السكر كلكع معاكي ما فيش مشكلة خالص بنفضل نقلب نقلب لغاية ما السكر كله يدوب معاكي عشان ساعد بيحجر معاكي اول ما تنزلي بالحليب وافضل نقلب كده لغاية محصول عقام اللي انا عايزيه وبعدين اضيف كيس فانيليا وقافل النار اطباق او كوباية موجودة عندي انت حابة ان انت تقدمي فيها طبعا لسه القوام هيتقل معايا بعد ما يتحط في التلاجة المدة ساعة على الاقل هاقفل لغاية كده وحطها في التلاجة وهارجع لكو تاني ولسه طالع من التلاجة اهو زي انت بالفوزدو الكذاب وكطع اللوز واسبلك طريقة الفوزدو الكذاب في صندوق الوصف اسفل الفيديو سهل وبسيط وسريع وكمان مش مكلف وكريمي كمان ولزيز جدا جدا اتمنى الفيديو كنا لاعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته